اهلا وسهلا بكم بعد الفاصل انا لغاية دلوقتي عمالة اجرجرة في الكلام واصحابها في الكلام يا دكتور صفا اعترفي وقول لنا ايه سر الرشاقة النهاردة بسم الله ما شاء الله اللي انا شايفاها ايه سر الجمال بتاعي النهاردة اللي انا شايفاها ده تقولي لأ اصبري لما نقابل كل حبيبنا ويجمعولنا كده وبعدين نتكلم لما انت بتشوفي حد في العيلة عندك قربتك بنت خلتك بنت عمتك خست وشكلها حلى وبتعملي ايه بتفضلي تلف وراها والنبي لا تقولي والنبي لا مش عارفين تعالي بس قوليلي وانا حللك بقك تعالي قوليلي خستتي ازاي احنا النهاردة هنحلل دكتور صفا بقاب سندوتش شيش توق العلامي بتاعنا ده عشان تقول لنا على السر يلا يا باشا انا السر بتاعي هو رجوعنا للمرة التالتة بموسوعة الابداع بقس الابداع اللي احنا ادخلت معاكي هي بقالنا اسبوعين ومبيعات وتحقيق حالات اه عاجب الناس جدا رهيب وعمل ابداع في النتيجة ايوة وبعدين بالنسبالي انا نهار ابيض انا خصيت كده ازاي لما اشتري حاجة من اسبوع والبسها مسلا عشان حلقة الاسبوع اللي بعديه الاقيها مش مقسي خالص ووسعت جدا صح ابداع لما اجا فكر في اللبس بتاع الشباب بقى صغير اللي هو هاتشيرتات هاجات دي كانش اليوم كنا افكر فيها انا عايز حاجة داري عايز حاجة تلمني الوان غمقة دلوقتي انا لابسة فاتح ابيض ومش فارق معايا صح وبرده بنزل وفي نفس الوقت انت بتغزينه هالله لا انت انت بجاد بتغزينه لا بصوا كمان ضمن الغزي طولك ايه ولابسة ابيض عادي طبعا احنا عارفين لك اتبوزعي جدا اللي هو الابيض ده طبعا ومش الابيض بس اي فواتح ايوة يعني انت دايما تلاقي الانا من اي دي فواتح في جسمها على طول بتلبس غوامي وبتبقى ايه عارفين ان بتقولك ايه مدارية مباينة في النغاية اكبر منها بكتير طولك انا مدارية في المقاسات الكبيرة ايه وصح ومع ذلك مبيبقاش برضو عنده اثقاف نفسها لا 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 النهاردة دكتور صفا لابسالي طقم بناتي بناتي بمعنى الكلمة والله حاجة كاجول وحاجة بناتي وشكلها بسم الله ما شاء الله يعني ما شاء الله اللهم مبارك يعني مش مجرد خست بس هي صغرت يا جماعة هي صغرت ايه وانا هي اصغرهم كلهم وكتشي بقى وده خلالي تنطيلي بقى بالكتشي فوالله انا وانا باكلمكم وهي جاية كده فانا مش بصة فانا تهيلي بنت من بنات الكنترول بنات الصغيرة بعد كده بصيب ايه ده عندنا هيدا بنات صغيرين حلوين ايه اه دكتور صفا وصلت للمرحلة دي ليه حق تدخلي على الهو ليه حق ده المفروض احنا اللي نجيبلك الورد مش نجيبلك الورد ربنا يا خليك يا شيف هالة لا الورد ده ليعنيك الحلوة ليهيدك الجميلة ليروحك لحبيبك على فكرة انا موقفة مهازد يعني الناس بيجولي العيادة وكل واحد جايبلي حلت مش عارف ايه باعتيها للشي فهلا مش عارف ايه باعتيها للشي فهلا مش عارف اعمل ايه يا جماعة هدو شوية مش كده يعني بيجيلك حلل وجابتك حكة عليها بالورد انا هيزعل حلل انا هعمل ايه طيب بس بهم باكلهم ايه باخدهم مش على فكرة عشان اتضايت تقلقيش وخليهم مرة واحدة فجأة يفجقوكي باللي هم جايبينه كله ديكي يا ريت والله اتمنى 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 كلهم يطلعوا معنا في الحلقات ونشوف كده النتائج نتائج الابداع المبدعة يعني نتائج كرس الابداع اللي هي فعلا النتائج هي رائعة ما شاء الله يلا يا باشا النهاردة ما انا عايز اقولك ان انا النهاردة جايبة توليفة من التخفضات والعروض خطيرة مبدئيا كده الشهر بتاعي براه عن علبة كابسولات وفيه انبو الحؤن ال rat اللي بتكفيني خمس مرات يعني بالاخر انا جايبالك علبة كابسولات ومولتيفيتامين وخمس حؤن حر صحي كده؟ اه بلس هدايا شهر كامل حر اهدية خمس حؤن حر تاني يعني دلوقتي انت هيستالم مني بوكس الابداع المكسس اه تمام عبارة عن علبة كابسولات لبدة تلاتين يوم تلاتين كابسولauft نازل معها علبة فيتامين مدة تلاتين كابسولة كده احنا ماشيين شهر مع بعض هتاخذ كل يوم كابسولة من الحيوارق وكابسولة الفيتامينات واخر الاسبوع تخديل اتنين سانتي من الواحدة من الامبولات اللي موجودة في الفيال اللي هي عشرة سانتي ونازل كمان امبول فيال تاني هدية برضو يكفيك خمس مرات يعني شهر واسبوع هدية حرق مجانة ايه كل ده النهاردة بوكس الاثناشر عشر منتجات ومعاهم اتنين هدية بوكس الاثناشر الابداع النهاردة جايب لك ادي خمسة في امبولة في فيال وخمسة اللي مردت في فيال تاني شهر الواحده وكمان معانا الكابسولات لمدة تلاتين يوم والمالتي فيتامين اتناشر يعني تقولي الابداع اتناشر النهاردة يتقال اتناشر عشان يجيلك اتناشر منتج او اتناشر حاجة تقدر تستخدمها ناخد من الفيال بتاعتنا اللي بتتقسم على خمسة عشان الناس برضو ممكن نجي لها فيال وحد يعني ممكن يجي لها اه معدد وممكن يجي لها الكمبيل البامب الكبيرة اللي على بعضها طبعا اللي على بعضها بتبقى احسن واوفر واجمل وممكن بتحطها في التلاجة وبتسحب منها اتنين سنتي على نس كبات مية هيجيلك منها اتنين طب لو جايلي بقى العدد الفرداني هيجيلي منها عشر ومعايا بقى علبة الكابسولات لمدة تلاتين يوم ومعايا كمان المالتي فيتامين وكمان ممكن نبدل اي هدية مع الفريق الطبي باي منتج تاني انا محتاج وعايز الكريم الناحات ما فياش مشكلة كمان ممكن يتشال وتحط المكان الفيتامين عايز مسلا القهوة الخضر ممكن يتشال كذا وتحط مكان ولكن النهار ده انا حطى شهر هدية حر لان احنا في جو اللي جاي ده محتاجين الحارقة على جامل خلاص الجو بيسقع والجوع بيبدأ والله انا عايز اقول لك امبارح كان فيه لسعة سقعة كده بالليل شوية لقيت نفسي جعانة 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 قلت لأ شهده لسه ما ابتداش ما نبتدياش كده مع بعض بدري بدري نهدى شوية على الجوع ونهدى شوية كده على موضوع السقعة وموضوع ان الجسم محتاج سكريات ومحتاج وصوخ خونية وطاقة بالضبط والحاجات دي للاكل اللي بيعملها فالنهار ده انا جاي اتطمن برضو كل الناس الاكيلة 180 و190 150 خلاص بقى اخشولي والله العظيم اقسم بالله فيه من المتفرجين بتوعيك هو شاب اسمه عبد الرحمن صاحب مطعم هو اكيد بيتفرج من اكتر الناس اللي بيحبوا بردان ما يجيششيه في هالة طبعا تحية ليه عبد الرحمن كان 160 كيلو امبارح احنا وزنينه 128 حلو قوي 128 عبد الرحمن او 128 صح كده ولا 122 122 الوزن اللي فات كان 128 وامبارح كان 122 فقد ايه واستخدم ايه موسوعة الابداع النهاردة البنب اللي جاي لك ما هياش الي يلا قوية جدا 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 وتركزاتها 30 ضعف من العادي وهتستخدمه ازاي لما هي بتكفي كل اسبوع مرة بيبقى انت مدياني عشرة يعني هيكفني اربع مرات ادي كده اسبوع و اربع مرات اقصد شهر اربع مرات ادي كده شهر و اربع مرات كمان ادي كده شهر اضافي يعني كده شهرين من الحرق ونص شهرين من الحرق ونص دي شايفة قدي كتير ده غير الكابسولة الأساسية اللي ممكن أستغنى منها عن كافة الحرق التانية يعني فعلا كافة ووفت هنسد الشهية لمدة 48 ساعة هنرفع الحرق جامد جدا وخصوصا بقى النهاردة العدد الكبير اللي فيه 12 مفاجأة ده احنا بنكلم على خصم يتجاوز 70% النهاردة خصم قوي جدا جدا والعرض مش هيتطول معنا كتير هو المدة ساعتين ساعتين بعد الحلقة من بعد الحلقة من بعد الحلقة من بعد الحلقة من أول الحلقة من أول الفقرة لا لا يا دكتور ده الفقرة عاربت تخلص الله انت يعني انت بقى بصوا يا جماعة كرسي الإبداع ده اخد واحدة الشيش طوء انا ممكن اتصرف ماشي هديكي سندهدش بس كده يلا بس يبقى الساعتين من ساعت ما الحلقة من نهاية الحلقة اه علشان بس انا دوقته هو خطير عمتا انت عارفين يا دايته زي دلوقتي مؤقتا بس نقنات كده اللي جوه دلوقتي كده دايت كده وقنات لأ كسا ندودش بقى وعدت ديع بالمايونيز بقى كده فده خليها بقى بعد الحلقة نقعد ديع مع نفسنا طب يا جماعة كرسي الإبداع اما دكتور صفا نزلت بيه الاسبوع اللي فات فيه ناس كتير ما لحقتش لان زي ما انت شايفين لما يكون بوكس واحد معايا فيه عشر أمبولات حر رقم يخد ناس كتير قوي دلوقتي بتفكر تبعت تجيبها من بره لو عندهم حد مسافر بره وكده برضه ما بتجيش بالتركيز الأعلى زي اللي مع المتخصصين دول متخصصين يا جماعة فلما يجي يديلك أمبولة حرق وعارف مديكي الإصدار الحديث التركيز الأعلى عارف مديكي أمبولات الحرق اللي بتدعم شغل الكابسولة عشان في الآخر توصلك للنتيجة الرائعة اللي أنا انبهرت بيه نهاردة لما شفت دكتور صفا هي النهاردة جايبها لنا كرسي الإبداع وهي في نفسها عاملة إبداع هي نهاردة ما شاء الله عليها بجد يعني فأتمنى أن نقول لنا نستفيد بكرسي الإبداع النهاردة عندنا 30 كابسولة النهاردة جايين لي يغطوا معايا شهر كامل ومعايا كمان المالتي فيتامين عشان لو أي فيتامينات نقصة في جسمك تعوضها علشان الجسم يبتدي يحرق وتخسي بمنتهى الأمان يعني كمان بيعالج لي مشكلة التخصيص الأصلية مشكلة الحرق إيه الجسم ما بيخسش ليه نقص فيتامين دال موجود في البيتامينات أنامية حدة موجود في البيتامينات عندك نقص في الكروميوم ومقاومة الانسولين تخيل موجود في البيتامينات عندك مشكلة في شعرك وبيقع ومش قادرة تبتلي ضايت وخايف على شعرك يتأثر أكتر تعالي في البيتامينات تعابل كولاجين عشان البشرة تقول لي أنت بتاخذ إيه علشان الوجش ما يبانش علي أنت بتنزلي تعالي بقى الكابسولة النهاردة يعني هم عادوا يكلموا معي هنجيب اعشاب هنجيب نقط قلت لهم لا الكورس بتاعي اساسه يتحط فيه فيتامينات انا عايزة كل اللي ينزل ينبهر زي ما انا مبهورة يبقى نفس النتيجة ومحدش يقول لي لا ده انا وشي تأثر لا ده انا منظري تغير لا ده انا جوزي بيعلق على شكل جسمي لا ده انا فيه مشكلة في الحرق لا ما عنديش مشاكل في الحاجات دي خالص فلازم اساسي حطولي الفيتامين ففعلا النهاردة اضافت الفيتامين بيسعر الغالي جدا جدا لما جيلك هدية اعرفي ان انا عاملالك صفقة قوية جدا صفقة لصلحك وصفقة مجانية قوية جدا جدا وغير بقى ان هيبقى معايا شهر شهرين ونص حرق يعني اتنين قمبلتين طاقية الاخفة هيجولك هتخفي الدهون هتخفي التجعيد والسليت الرهيب اللي بيشتوق اي بجامة واي يلبس وحش في البيت سولوليت اللي هو بتبقى نعكشة الدهون تحت طبقات الجلد وتلاقي حتى لو انت رفيع الجسم مش منتظم كل ده حيترس وحيتزبت ويتكوي هنكوهولك النهاردة القرنتين مادة فعالة موجودة في الفيال دي هتكفيني قد ايه واخدها ازاي يعني مش بكترها حضرتك صح معاكي حق ده النهاردة انت هتاخدي شهر ونص هدية حرق زيادة على الشهر الاساسي عشان بس نفهم حبيبنا لا يفتكروا ان الكرسي كله شهر ونص لا الكرسي نفسه الاساسي شهر تلاتين يوم تمام معاه كمان حرق شهر ونص كمان هدية بالزبط اه هدية يعني بمعنى اصح ان النهاردة الامبولات اللي موجودة معنا اامبولات اللي بترفع الحرق اللي هي في نفسها الواحدة دي كرسي حرق كرسي تخسيس لوحده النهاردة الامبولات دي هتكفيني شهرين ونص الامبولات هتكفيني شهرين ونص بالزبط كده يلا بينا على طول يا جماعي يلا بينا بسرعة على ارقام التليفونات اللي موجودة قدامكم على الشاشة وهل معنا بقى يا شكرا ان الموضوع كده معناه سعره عالي او حاجة معنا انت بتقولي شهرين ونص وكابسولات وفيتامينات غالية والله انت لو عاملة سعر عالي بجد لك يحقف المكونات اللي انت عاملها جميعا دي المفاجأة دي خصم سبعين في المية سبعين في المية خصم قوي جدا النهاردة مع اضافة كل الهدايا اللي انا قلتلك عليها تكتب الابداع اتناشر لان احنا عاديم معاك اتناشر اسبوع بنخصص فيك وبنعمل نحت وبين كبين بنسرع الحرق والمفاجأة اعلى كمان ان اللي بينزل مش هيرجع تاني تاني مهمة اول لقطة دي طبعا اغلبية الناس اكتر سؤال بيت سئل طيب انا بعد ما الكرسي اخلص وخسيت وتميمه بقيت زي الفل طب انا ممكن ارجعت خلداني حرق على الرابع بفتح نهاردة الجسم كله بيتجه الى الحرق ويبتدي يتباطق في ان هو يخزن مش هو كان عدته الطبيعية اللقمة تتاكل تخزن لا حضرتك عكست كل الكيميا بتاعته خلته طبيعته ان هو يحرق اكتر وبقى كمان قادر يستحمل السعرات الحرارية اللي انت بتاكلها محتاج زقة محتاج علاج محتاج بوش ان انت تعالج مشاكل السمنة اساسا كل ده في كرسي الابداع نتائجه انا بتفخر بيها وفعلا قوية جدا جدا انا ما جبتش النهاردة كرسي الابداع المرة التالتة غير لما فعلا حقق معجزات معجزات معايا ومع غيري ومع اوزان كبيرة جدا جدا ودايما بيبقى اليأس وقلة الحيلة والزعل والبكاء بيبقوا زعلانين الفرحة بقى اللي انا مثلا زي النهاردة وانا فرحة جاية قبلك كده هم بيبقوا جايين نلفس السعادة انا خصيت عشرين انا خصيت تلاتة وعشرين انا مش مصدق بس انا خايف هارجع تاني طب لو انا كانت زي الاول نهاردة قفلنا الكلام ده كله كرسي الابداع اتناشر اقوى كرسي نزل في مصر على الاطلاق وكمان معانا كمان التخفيض المريح ان الناس عارفين جيوبها تعبانة بسبب المسئوليات الشديدة تخفيض مريح من كذا اتجاه لا هقولك روحي لدكتور ولا هقولك لعب الرياضة تقولي معلش يا ستنا ما بتحركش يا ستة مش عايزك تتحرك يعني هاخس والله مش عايزة اي حركة بالراحة تاخد الحقنة لا اصل فيه دكاترة يا دكتور بيأكدوا لازم تلعب الرياضة لما الرياضة دي بتبتحش هاي لا وغير كده وكده لما تبقى مريدة سمنة ومش قادرة تتحرك ولا قادرة حتى تخدم نفسها تروح تلعب الرياضة ازاي يا جماعة بالعقل يعني هي دي المشكلة بالزبط طب المهم عشان الكلام ما ياخدناش لان الكلام النهاردة بجد رائع الحديث شيء جدا جدا النهاردة فقبل ما الكلام ياخدنا والوقت يجري ما بين ايدينا عندنا ارقام التليفونات على الشاشة نتصل على اي رقم من الارقام دي وكل رقم من دول علي خدمة الواتساب ندخل على طول على الواتساب ونكتب النهاردة كورس الابداع 12 علشان يجيلي الكورس النهاردة بخصم 70% و12 هدية النهاردة حطي عليهم كمان الشحن مجانا حطي عليهم كمان متابعة من فريطبي على اعلى مستوى حطي عليهم الخصم الكبير دخلولي في 15 هدية النهاردة في كورس الابداع وكمان صفحة الفيسبوك هتنزل لكم دلوقتي على الشاشة دخلوا بقى على الصفحة دلوقتي في الكومنتات في الرسائل ما تنسوش تكتبوا كلمة انا عايزة كورس الابداع 12 دي كلمة السر وشوفوا بقى الابداع اتفرجوا لي على الابداع بقى بعد كده وشوفي التخصيص وشوفي الجمال النهاردة زي ما بيقولوا كده نرجع الست اللي خلفت خمس مرات وترهولات في البطن بسبب القيصرية وضعف العضلات ودهون شديدة ارجعك بالنوتة تانية اه انا قدر اعمل كده مش انا اللي هعمل كده هو الابداع اللي هعمل كده كابسولة هتبرد الدهون هتدوبها تيها مواد وفي دا كاترة بتفرجوا معنا يعرفوا يعني ايه مادة الالكارنتين مادة قوية جدا امان واسد الجسم محتاجوا مادة البي بي سي الجارسينيا اللي موجودة الاديونسين ترايفوسفيت حاجات كلها بتأكسد دهود فورات بتديكي بقى باور طول الوقت حضرتك طاقة بقى تشتغل وتطلع السلم وتنزلي وتأكل الولاد وتروح تجيب المدرسة مفيش هبوط مفيش همدان مفيش نقص اكل او نوع من الويتامينات معين في جسمك غطيت لك كل المشكلة الناس اللي بتقعد تشتكي من العض اثناء ما انت بتاخدي مضادات الالتهابات تأكد ان حرقك متوقف الدواء شخصيا كمضاد التهاب بيخلي حرقك مش حلو ففي نفس الوقت انا بطمنك مليون في المية بيتامين ده الموجود في الكورس مواد حارقة قوية جدا الحقنة مدعمة معاكي كل اسبوع بتاخدي اتنين سنتي لمدة شهرين ونص بتحرقي في الدون يا مدام هتنزلي هتنزلي هننزل لأكثر من عشرين كيلو في الشهر بأمان من غير اي اضافة ولا تقلق مددي على جيوبنا بعد ما بنستلم كورس الانتاع حلو بس اهم حاجة فوسط كل ده قلتيها من غير حرمان اه طبع دي اهم حاجة يا جماع يعني انا هقدر في بيتي هعيش حياتي اليومية عادي جدا اكل كل حاجة موجودة في البيت مش شرطة ابدا طبع الصلطة يا دكتور لازم يتحط قدامي وبقى عملالهم بقى المهمر والمجمر ومزبطة وعملة وانا اخد طبع الصلطة وقعد على جنب الوحدي ده حروم يعني ده شيء بوضي ومزعيك وما بيستمرش والكلمة اللي دايما بيقتبسها منك الارادة بتخول بقى على طول الارادة بتقولك ايه احلى سلامه عليكم عليك انا مش مكملة معاك يعيش انتي بقى ليه عشان فيه حرمان عشان فيه حرمان عشان الجسم محروم زائد بقى نقص الفيتامينات في الجسم ما انتي حرم الجسم من الفيتامينات الرباني الطبيعية اللي دخلة في الاكل والفاكهة انتي حرمت الجسم من كل ده فطبيعه يحصل عندك نقص فيتامينات ينتج عنها ايه بقى خد يبقى عندك بشرة لونها اصفر وشك مصفر الهالات السودة حوالين يعني وشعر انيك دخلت له جوه شعرك بيقع واتقصف وبقى هايش ايديك بتترعش رجليك يمش شالك تعطولي يا لاوي ايه بعيدوا عني انا رجليها مش شايلان حدش يكلمني بقولكوا ايه انا روحي هنا ايه انا روحي هنا حدش يكلمني يوم الفريب وكلموني زي ما انتم عايزين ليه يا ستي ليه ليه العذاب ده وليه واجع القلب ده ده المدرسة الجديدة اسهل من كده بكتير المدرسة الجديدة بتقولي خدي الكورس خدي الكابسولات وخدي الحؤن امبولات الحرق وخدي المالتي فيتامي وملكيش دعوة بحاج وكلي كل حاج يعني انا دلوقتي لو عملت اكلة حلوة في البيت اكل منها تاكل كل حاج لو في فاكه حلوة في الصور بيحقش معاي حاج اكل منها عادي ومسكرات وحلويات وانا وحاجة اقولك في الاخر وريني اخر الاسبوع ميزانك كام مع ان انا باكل كل حاج مع كل اكلك اللي بليان اكلات داسة موحرشة وكذا مرة في اليوم وريني هتبقي اخر الاسبوع كام نهارده الكورس بتاعي بيعتمد على المدرسة ان انت كل ما هتاكل كتير كل ما الحرق ايه بيعلى في نفس الوقت الكميات بتبقى ليلة ما انا مش بلوجك كده ما انت هتاخد كابسولة طوال تمانية واربعين ساعة ناسي الاكل ولكن انت مثلا كل شوية روح تدقتلك حاجة ده بيعلل حرق معايا الفايا اللي بتتاخد اخر الاسبوع نار رهيبة نحط القوان مرسمة بطريقة مرتبة وممتازة بتكفين يا ادي شهر لمدة الكابسولات ومعاها كمان شهر اضافي ومعاها اسبوعين يا دي الهنة ده انت عرسمتي رسمة رهيبة دخلة الشتاء قولك فورمت الساحل بتاعتي الصيف تتعمل في الشتاء فالنسل دلوقتي في الفترة دي حوارق هتبقى عالية جدا جدا التخصيص هيبقى مضمون جدا بيتامينات عالية الياف كتير ما فيش امساك لو عندها جرسومة عندها ارتجاع مريء انا بحكي المشاكل اللي بسمحها يشوفها اه بالضبط لو عندها الغضة الدرقية دي بالذات من نقطة مية بتدخن تقولي انا بكلتش حاجة بسكوتية وكبات الشاي الصبح اليوم كده تمام عندي ممكن اعد عليها التاني يوم ومع ذلك مفيش نزول لها حضريك تعالي هنا انت محتاجك كل اسبوع الفايل بتاعتنا الفايل بتتاخد ازاي نين سانتي على نصف كبات مية وفي نفس الوقت انا باخد الكاسولة الصبح مع الفطار اعشاب وبسمح في نقطة وبسمح وبسمح مفيش مشكلة انا ضمتلي الكل ده في كابسول فيش ارهاق عليكي ضمينا كل الوقت في كابسول والحؤن كمان عدد النهاردة لا يستهن به يعني الحؤن لوحدها دي كرس تخسيس وحرق يعني لو خدتي الحؤن بس دي في حد ذاتها هي تعالية الحرق في الجسم اه وتخسيس وحاجة كده عظمة ما شاء الله ايه رأيك تيجي نشوف سور قبل وبعرف يلا بينا نشوف بقى للناس الجميلة اخدت القرار قولك ايه جيب انتهى دي لا جيب انتهى دي دي عمل ازاي ما شاء الله شايفين الجمال يا جماعة يعني غير ان هي خست جسمها منحوط جسمها مش بايز مش باين عليه ان هي كانت مليانة وخست لا الجسم مظبوط جدا بسم الله ما شاء الله وزي ما بقولك لو عايزة ترجعي تاني بنت صغيرة نرجعي التخسيس بيصغر العمر فعلا 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 والدليل ادي الصورة واضحة قدامكم الموضوع كانت بتلبس لبس اكبر من سنها مقسات واسعة جدا دهون مش عارفة تتحرك منها الحركة بطيقة والتنفس بصعوبة مش قادرة تخدم نفسها الامراض بتتكتب عليها بطريقة جديدة سكر وضغط ودون سلسية وكمية حاجات شديدة بتتحول لحد تاني بسهولة بعد شهرين من التخسيس شهر مليان حوارق وشهر فيه تكتيف للمعدة وتدزيق حجمها النهاردة التكميم العشبي النهاردة فرصة لاصحاب الاوزان الكبيرة نخبط صفقة بسرعة لمدة شهرين ادي شهر فيه كابسولات وفيه الحقن والشهر التاني الحقن بتاعتنا كل اسبوع بنتيخد اتنين سنتي ونتقابل كل اسبوع الميزان نزلنا قديم وما ننساش كمان ايه؟ المزورة لان المزورة هتفرق معاكي مليون مرة هتلاقي المقاسات قلت جامل اول ستة كيلو المقاس بينزل اتنين فالنهاردة عندك المزورة عندك ميريتك عندك الكاميرا بتاعتك تصوري قبل وبعد عندك الميزان اربع حاجات اللي يتواجد منهم في البيت ودوني كل اسبوع شكلك بتغير ازاي؟ شايفين الثقة يا جماعة في الكلام؟ شايفين الثقة بتقولك عندك المزورة ايه؟ سيب راحتك صوري قبل وبعد طلعيني بلوزة قديمة ما كنتيش عارفة تلبسيها قبل كده لايتي نفسك راجعة تلبسيها وجميلة عليكي كنت بتحبيها جدا بس الاسف مش هنقول كشت هنقول ملينا شوي نرجع تاني نطلع الهدوم الجميلة اللي كنا ركننا ازدني زي ما دكتور صفا بتقول لا الهدوم هتجدب لا المزورة هتجدب لا السور هتجدب بالزفر ولا الميزان كل ده معاكي في البيت بين ايديكي اشتغلي زي ما انت عايزة وانا دايما بقول لكم المزورة ما بتجدبش خليكم دايما فاكرين الجملة دي كويس قوي تيجي نشوف سورة تانية؟ يلا بينا نشوف سورة كمان هيا بنا الابداع وده محمد مصطفى الابداع مع العزنصر الرجالي محمد مصطفى مية وعشرة كيلو نزول ما شاء الله مية وعشرة كيلو نزول من اهالي المنصورة الناس كلها خلاص بحطها ايكونة كده للايه للارادة والالطاقة وازاي قدر يغير حياته كلها كانش بقر في ركب تكتك يعني ما بيخشش في المواصلة العامة بتاعتهم في البلد فكان بالنسبة له لازم يكون لي في وسيلة تانية دلوقتي ما بيركبش تكتك علشان بيمشي عشان بياخد الطريق ماشي وجري ورياضة ومعلم ناس كتير وراء ازاي ان الموضوع بقى سهل وبارادة ويبعث لي ناس يا دكتور ده في جيراني دول عايزين ينزلوا ويخسوا كانوا يفاكرين الموضوع الاول عمليات جراحية لما هم بقى كل المنطقة اللي حواليه عرفت ان دي مجرد اعشاب طبيعية ومجرد اكل عادي في البيت ما فيش اي ارهاق مادي عايز اقولك انه هناك عامل الابان طبعا عامل الابان او ابن حتتهم كان بالشكل ده او بالحجم ده وفجأة بقى كده وكمان انت بتقولي رايح جاي ومشي عن باسم الله ما شاء الله بقى كمان بصحة مش زي مثلا ما بنشوف العمليات الجراحية او عمليات التكمين محاليل والحق عن مستش وتعبان على طول وفجأة تبص لي فجأة اغمى عليه فجأة تعبانين فجأة شغالين ماشيين على طول بعلاج شغالين اعراض جانبية كتير اه ناس كتير حتى لما بتخس بانظمة خاطئة لازم بيبان عليها مش قادرة تتحرك الصحة بازت اه تعبانين احنا النهاردة مش الله زي ما انتم شايفين يا جماعة بصوا وصل للمرحلة الجميلة دي وبصحة دي عميل حاجة محمد مصطفى او الصورة اللي قابليها بتقول لكل الناس الاوزن دي يا شيف هلا لا تفقدوا الامل مفيش الكلام ده الاراضة لو بتخون في حاجة تانية هتعتمد عليها قوية جدا الكورس بتاعنا النهاردة كورس الابداع ربنا ثم منتج قوي يكون قادر يفعلا فيه مصدقية عالية نسحي ابو جمبي بجد ده كترة بجد المنتج مايبقاش لود علي وعلى قصريتي اعرف استمر فيه مثلا ثلاث شهور لان انا وزني يتجاوز فوق الـ 80 كيلو زيادة انا كل ده النهاردة بوفره لك وعمل صفقة خوية جدا مقدمالك شهر ونص حوارق هدية قنبلة الحرق طائية الاخفة هناخد اتنين سنتي كل اسبوع معانا اربع مرات وكمان مرتين وغير الاربع الاساسيين اللي بناخدهم في خلال الكابسولات بتاعتنا والمالتي فيتامين اساس بقى نظرة البشرة اساس كمالة الحرق اساس انك ما تهبطيش وتفضل تشتغلي زي ما تكون ما بتعمليش داية تمام يعني كأنك كمان بتعالجي اي ناص للفيتامينات في الجسم وإحنا بنخلص مش العكس يعني مش العكس الانزمة الخاطئة اللي بتنقص فيتامينات من الجسم لأ دا احنا النهار دا كمان بنقوي الجسم بمجموعة فيتامينات وبتعود كل الفيتامينات اللي نقصة كمان في الجسم زائد ان انا باكل كل حاجة ودي تهمني جدا زائد ان كل الكلام الجميل دا ما ارهقش ميزانيتي مش مضطرة ان انا روح اعمل جامعية واقبضها الاول عشان اروح اجيب المنتجات دي عشان عايزة اخس واحافظ على نفسي مش مضطرة ان انا امسك في جوزي وايمين نايمين نكد واخناء وانت لازم تجيبلي الكورسي دا وانا اجيبلك منين والمدارس مش عارف وقت دا الميزاني لا يا جماعة لا بهدوء بهدوء اه فعلا خاص من النهار دا يخد سبعين في المية خاص من النهار دا الكلمة الوحدات سبعين في المية خاص هو في كده يا جدعان هو في كده سبعين في المية خاص من النهار دا تم تخيلين لما يعرفوا سعره كده يقسموه على 30 يوم يحاسبوني ويكلموني كده تكلفة تخصيصك نص كيلو يوميا كان في اليوم مثلا لو كل يوم هيجيبوا منتجات لكل يوم 30 جنيه شلتها بتاعة البوز والكراتي والعاجات الغريبة اللي بتتجاب دي بالليل البوز هليات شلتهم وقلتوا هم دول ولا يجيبوا حاجة يا دكتور ولا يدري ما انا عارفة والله يجيبوا حاجة فعلا اللي انت بتستهلكيه ماديا مني في اليوم انا ده اللي بقى اطلوب منك انك في سعر ارخص سعر يومي للتخصيص نص كيلو يوميا كميليهم لاخر الشهر وشوف النتيجة يعني انا ما عملتش حاجة اكتر ولسه هيكون عندك شهر ونص كمان ويتغسيهم اه يعني انتش بتحسبي حساباتك دي على شهر على شهر ده احنا لسه عندنا الامبولات مكملة معانا شهر ونص كمان كورس الابداع النهاردة يا جماعة مدته شهرين ونص شهرين ونص كل المنتجات هدايا مجانية الكابسولات بس اللي عليها قصم سبعين في المية قصم يعني كأن بالضبط الكورس النهاردة لو حسبتي ان مصاريف الشحن بتاعته مجانا وحسبتي متابعة مجانية من دكاترة على اعلى مستوى بس خلاصي بالكورس ده جيلك ببلاش النهاردة انت لو حسبتيها كده بالعقل كده وانت قاعدة كده هتقولي ايه ده ده انا ولا هدفع فلوس شحن ولا هدفع استشارة لا هو فعلا جايلي النهاردة كأنه ببلاش بالضبط هتلمش دومك القديمة ولو فيه تنمر انتهى وتبقي نجمة البيت مرة اخرى الموضوع بيختلف تماما انا عن نفسي كشخصيا ببقى سعيدة وانا ماشي خصيت يا دكتورة الله كنت امر بس كده امرين يا دكتورة يعني الموضوع نفسيا فعلا كواحدة بتكلم عن نفسي يستحق ان احنا نجرب ونشوف الموضوع بالاول وبرضو النوه تاني لازم نرجع نتصد دلوقتي لان كل الكلام الجميل ده متاح معانا لمدة ساعتين فقط ساعة ساعة لو ديتيني يعني اما نشوف هديك سندوتش فاحنا نلحق يا جماعة علشان بجد زي ما دايما بقولك ان صحتك ملهاش بديل وانتي كمان ملكيش بديل ولو ما اهتمتيش انتي بنفسك ما حدش هيجي يقولك والنبي عشان خطري اهتم بنفسك لا اهتم بنفسك اهتم بنفسك وقافي على رجليك عشان ما حدش هيقولك كده اه كتمنزلة بوست رهيب عندها صفقة اه طبعا اه اه يعني مش هقوله برد اخشها رطف هتشفها يلا يلا بنا نختب الحلقة وبعدين نشوف اشكركم على متابعاتكم الكريمة وبتمنى من ربينا سبحانه وتعالى ان الحلقة من اولى الاخير تكون عجبتكم متنال رضاكم واشوفكم يا رب على الف خير ان كان لنا عمر ان شاء الله في حلقة جديدة تعجبكم وتفيدكم اكتر واكتر وسلام عليكم